اتفاقية للتعاون التنائي جرت توقيع عليها اليوم الخميس بدى المغرب وليبيا في مجال النقض البحري والموانئ بدأ في إرساء سبور التعاون في عملية النقض البحري والموانئ ويزارة العوائق منحة تسهيلات المساهمة في تطوير هذه العمليات وكذلك تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ما وقعناه أنا وأخي وزير مواصلات ليبي يعني يترجم التوجه الآن الموجود بين المملكة والجمهورية ليبيا في مجال التعاون بصفة عامة يعني هذه الترجمة عملية وفعلية للأخوة والتعاون ودعم المتبادل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والجتماعية وحتى في المحافل الدولية اليوم نريد أن نعطي معنا أكثر عملي وتقني وقطاعي لهذه المعاني ولهذا عمق العلاقات من خلال التعاون في كافة المجالات النقل نفتح أبواب التعامل الثنائي مع المملكة المغربية لما تزخر به هذه المملكة من إمكانات وموارد بشرية وخبرات في مختلف المجالات جئنا نتكامل مع بلدنا الشقيق حتى ننهض ببلدين ونخطى خطوة إيجابية يحتذى بها في التعامل بين البلدان العربية لنجد لنا مكانا متميزا في هذا العالم وتسعى هذه الاتفاق إلى تحقيق التعاون في مجال تكوين الأطول البحرية وتبدل المعلومات والتنصيق في مجال الأمن والسلام البحريين فضل عن تشجيع الشركات على تنمية وتطوير قطاع النقل البحري اشتركوا في القناة